الحكومة اليمنية كشفت عن احتجاز الميليشيات الحوثية لعشر سفن نفطية وتجارية بعضها محتجز منذ ستة أشهر دعونا نلقي نظرة معا على هذه السفن أولى سفن المحتجزة في ميناء الحديدة هي سفينة ديستيا بوشتي وهذه وصلت للميناء في 28 سبتمبر الماضي وعلى متنها أكثر من 10 ألاف طن من الديزل وتسعة ألاف طن من البنزين وهناك السفينة رينا التي وصلت بتاريخ الثالث من أكتوبر وتحمل نحو ستة ألاف طن من الدقيق والسكر كذلك السفينة سينسيرو وتحمل خمسة عشر ألف طن من الديزل والسفينة كاربيديام تو أو اثنين تحمل على متنها نحو عشرين ألف طن من الديزل والسفينة المسمات بي في تي إيجل وتحمل سبعة ألاف طن من الديزل وخمسة عشر ألف طن من البترول إضافة إلى ست سفر نفطية وتجارية أخرى احتجزت خلال فترات متفاوتة من الأشهر الثلاثة الماضية